النهاردة أحد رموز كرة القدم المصرية ونادي الزمالك النهاردة عيد ميلاد النجم الكبير كابتن حسن شحات واحد أو نجم كبير بيحترم اسمه وتاريخه وناديه اللي بينتمي ليه نادي الزمالك هذا النجم الكبير الحقيقة اللي كلنا بنحترمه وكلنا أنا شخصيا بشوف أن هذا الرجل يستحق من كل أهلاوي وزملكاوي واسمعلاوي ومحلاوي كل حد في مصر أن الرجل ده يجب أن يتم احترامه وتقديره كابتن حسن شحاته نجم كبير ونجم وواحد من أساطير نادي الزمالك وواحد من أنجح المدربين في تاريخ مصر صاحب الثلاثية التاريخية للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2006-2008-2010 طبعا واللقطة هذه اللقطة دليل أو هذه اللقطة عندما تتكلم عن الرياضة في مصر تتكلم عن أو الاحترام والأخلاق بتتكلم عن إيد كابتن خطيب في إيد كابتن حسن ورايحين لجمهورين النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك في توقيته كابتن حسن شحاته بطل 2006-2008-2010 بطل أمم أفريقيا للشباب صاحب واحدة من أجمل نسخ المنتخب المصري في كأس القراط 2009 كابتن حسن شحاته بأخلاقه واحترامه للجميع لازم يكسب احترام كل الناس مش معنى أننا ونحن في قناة النادي الأهلي وكابتن حسن من نجوم نادي الزمالك أننا ما نحتفلش به بالعكس بتشوفوا برامج القناة كلها تقريبا زي برنامج المجري مثلا بيستضيف نجوم وأساطير كل الأندية لأن النادي الأهلي بيقدر الحضراتكم شايفينه ده النجم الكبير كابتن حسن شحاته داخل النادي الأهلي ونجوم وأساطير كل الأندية المصرية بالمناسبة كابتن مصطفى شيتل الأولومبي كابتن أعصام والإسماعيلي والترسانة والمحلة وكل الأندية المصرية الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين أسطورة كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب استقبل الجميع لأن النادي الأهلي بالفعل هو البيت الكبير زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن شحاته منتهى الود ومنتهى الحب ومنتهى الاحترام هذه هي الصورة الإيجابية اللي تمنى أن احنا ننقلها لكل إخوتنا ولكل أحبابنا من مشجع الأندية الكبيرة سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك وبالمناسبة كابتن حسن قال حاجة في برنامج رد جميل اللي بيعمله لنا كابتن النجم الكبير كابتن أسامة حسني في رمضان واللي كان فيه مستضيف في هذا الجمع الكبير الرائع الحقيقة في النادي الأهلي في وجود النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلانا نشوف كابتن حسن قال إيه ونرجع مرة أخرى العلاقة اللي بين لعيب الأهلي ولعيب الزمالك وعلاقة قائمة ودائما أبدا يعني العلاقة الحمد لله كويسة معايا بشكل كبير جدا جدا وأنا علاقتك ويسة جدا جدا مع أغلب لعيبة النادي الأهلي طوال بقيادة اللعيب الكبير أعوي محمود الخطيب تفرجوا على مثل هذه الأمور هذه الأمور أو أتمنى أن الجيل الحالي ينظر للأساطير اللي أمام حضراتكم وتعرفوا يعني إيه قيمة الأخلاق وقيمة المبادئ لا تنظروا للجوانب الأخرى والله بجد ولا أقصد شيء ولكن لا تنظر للجانب السلبي انظر للجانب الإيجابي اللي حضراتكم شايفينه هذه الصورة التي تجمع كل الأساطير وكل الرموز اللي موجودين في كل الأندية أخيراً آخر حاجة بس هقولها الكاف قال الكابتن حسن شحاتة كل سنة وانت طيب ورون يا شباب اتحاد الإفريقي أهو اتحاد الإفريقي هن كابتن حسن شحاتة وبيتكلم فيه عن إنجازاته ومطلاته وبيقول عنه المنتخب الأسطوري أو المدرب الأسطوري للمنتخب الوطني اهو أمام حضراتكم اتحاد كرة القدم لم للأسف اتحاد كرة القدم المصري لم يهنئ كابتن حسن شحاتة أتمنى أن يتم تدرك هذا الأمر وبسرعة يتم تهنئة هذا النجم الكبير على ما فعله لبلده مصر خلال فترة طويلة يستحق عليه كل التحية وكل التقديش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر